موسيقى قال مدير معهد باستور فوزي درار أن تلقيح الأطفال سيكون بعد الانتهاء من تلقيح الأساتذة وعمال المؤسسة التربوية داعيا إلى تكثيف الحملات التحسيسية وأوضح درار الأحد خلال نجوله ضيفا على حسة ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثانية قائدا من غير المعقول تلقيح التلاميذ قبل الانتهاء من تلقيح الأساتذة وعمال المؤسسات التربوية ولهذا يجب تكثيف الحملات التحسيسية وتضافر جهود جميع القطاعات لإنجاح هذه العملية وأضف المتحدث أن تلقيح الأساتذة سيعقبه تلقيح التلاميذ والأطفال عملا بنتائج بعض الدراسات العلمية التي تؤكد فعالية تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا كما شدد المتحدث ذاته على ضرورة التلقيح لتفادي تكرار أي سيناريو آخر خاصة مع ظهور متحورات الجديدة حيث تبقى المخاوف من ظهور موجة الرابعة قائمة لذلك وجب الالتزام بالحيطة والحذر بتكثيف عمليات التلقيح على المصطوى الوطني كما لم يستبعد المتحدث إمكانية فرض مستقبلا إجراءات إجبارية للتلقيح في حال عدم الوصول إلى الهدف المسطر